هذا وقد ورد إلينا قبل قليل وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الصينية بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين وذلك حزب ما أفاد متحدث الرئاسة وأوضح متحدث الرئاسة بأن مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث الرياضي العالمي الضخم تأتي تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جينبينغ وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين وأشار متحدث الرئاسة إلى أن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى الصين يتضمن أيضا عقد مباحثات قمة مع الرئيس الصينية وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة على المستويات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر